ودعواتي لكل واحد فحضراتكم نبدأ من الآن لعمل الخير عمل الخير نقترب من الشهر الكريمة ناس محتاجة كتير قوي وعندنا ظروف صعبة وعندنا تحالف وطني للعمل الأهل والتنموي عامل مبادرة هائلة مبادرة عظيمة احنا مع بعض في عدد كبير مؤسسات الخيرية والمجتمع المدني شغالين ضمن هذا التحالف عشان يعملوا ايه عشان ان شاء الله قبل الشهر الفضيل يكونوا وصلوا أربع مليون كارتونة رمضان أكل غزاء مواد غزاية أقصد لأهالينا في محافظات مصر بما فيها المحافظات نتكلم لو مطروح نتكلم شمال سيناء نتكلم البحر الأحمر نتكلم أسوان ودي جديد كل المحافظات المصرية ومنهم مؤسسة النائب محمد أبو العنين اللي هتقدم 200 ألف كارتونة تاني 200 ألف كارتونة ضمن هذا التحالف أيضا بيتم اعداد وتجهيز هذه الكميات الهائلة من الكارتين لأهالينا في المحافظات بدعوا الجميع فلنبدأ جميعا مبادرة خير مبادرة تكاتف كتف في كتف هذه مبادرة التحالف الوطني لعمل أهل والتنموي اللي أنا بحييهم مؤسسة نائب محمد أبو العنين زي ما حالكم شايفين كده ما شاء الله المخازن مليانة ويزيد ويكرم يا رب لأنه كله خير وكله رايح للناس وكله كرم ربنا وفضل ونعمة من ربنا يروح للناس اللي هي يعني تذهب إليهم هذه النفحات وهذا الدعم الكبير شعبنا العظيم لما بيتجمع تخيلوا بقى المصريين لما يتجمعوا بيعملوا إيه وتخيل لما يتجمعوا كمان في عمل الخير فتخيل يوصلوا لإيه ويعملوا إيه وده الشعب المصري وده خير المصريين ده خير المصريين ورايح للمصريين الذين يستحقوا والخير ده دايماً هيفضل الخير ده هيفضل طول ما احنا مع بعض طول ما احنا شعب بأيد وحدة طول ما احنا وقفين مع بلدنا هيفضل هذا الخير رايح لأهلنا في كل مكان عندنا مؤسسات خيرية ومجتمع مدني محترمين جدا لهم كل التحية والتقدير على اللي بيقدوه لشعب مصر بيقدموا زي بقول لحضراتكم النهاردة بنتكلم على أكبر عمل كبير أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية تاني بقول أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية أربعة مليون كارتونة هتكون وصلة لأهلنا الأيام القادمة في كل محافظات مصر ده أنا بتكلم هنا على تحالف جزء بس اللي هو العام الأهل والتنمو فقط ولكن فيه مؤسسات أخرى شغالة فيه صندوق طاحية مصر أيضا شغال وفيه مؤسسات تانية شغالة ولكن بتكلم هنا على التحالف ده بيعمل كام أربعة مليون كارتونة مواد غزائية تذهب لأهلنا نساعد أهلنا نوفر لهم احتياجاتهم نوفر لهم طعامهم نوفر لهم إفطارهم نوفر حتى لو نوفر جزء يسير ليهم يستحقوا ده لأنه زي ما بقول كده احنا المصريين احنا المصريين عندنا المقدرة وعندنا ما شاء الله نقدر نعمل وبنعمل والله الناس النهاردة حتى الناس والله الناس البسيطة بتلمن بعضها عشان نقدر نساعد اللي جنبنا دول نروح للأسر دي نحطب للسكان الموجودين في المنطقة الفلانية والله في ناس بيجمعوا عدة يعني بيجمعوا مبالغ بسيطة قوي كام ألف والله كام ألف مش بتكلم على مالين والله كام ألف بيجمعوا من هنا مئة جنيه من هنا خمسين جنيه من هنا ربعمائة جنيه بيجمعوا تلات أربعة خمس آلاف جنيه تخيل أنا بقولك لمبالغ محدودة قوي عشان يؤدوها لناس محتاجة قوي بيعملوا الكلام ده مؤسسة محمد النهاردة بنتكلم على مئتين ألف كارتونة ضمن التحالف الوطني للعمل أهلي قوافل الخير والدعم والمساندة رايحين لمين رايحين لأهلنا في كل مكان عشان نقدر البسمة والسعادة لكل الناس في هذه الأيام صعبة على العالم كله والصعبة علينا ودخلين على شهر كريم والشهر الفضيل رمضان وكل سنة وحضراتكم طيبين بنتكلم على أسبوعين ونستقبل شهر رمضان الكريم في هذه الأيام الكريمة رمضان ييجي دايما علينا بكل خير رمضان ييجي لنا وإحنا كلنا مبسوطين وكلنا سعداء ببلد عظيمة تستحق دايما الدعم والمساندة وشعب عظيم لما يكون مع بعضه إيد وحده هيوصل وخيره يوصل لكل حتة ولكل مواطن يحتاج في مصر الكبير قوي كبير قوي بشعبها العظيمة ترجمة نانسي قنقر